نكمل مع بعض كلامنا عن وحدات القياس هنشوف الكمية الفيزيائية اللي جاي معنا هي معدل التضفق الحجمي اللي هو Volumetric Flow Rate بتقاس بالرمز Q وهو يعني عندي كم حجم على الوقت او لو عندي سائل بيمر او زيت عايز اعرف عندي بيمر كم لتر في الدقيقة او كم مثلا متر مكعب لكل ثانية او كم بصم قعبة في الثانية فبقس بي اللي هو كمية الحجم اللي بتضفك في الوقت يعني هو بيساوي حجم على وقت فبالتالي بالنسبة للنظام الدولي بقيسه بالمتر مكعب لكل ثانية متر مكعب على الثانية وهو كيوبك كيوبك متر مكعب على الثانية متر مكعب على الثانية بيساوي تلاتاشر اثنين من عشرة في الف او فعشرة او ستلاتة جلون لكل دقيقة يبقى الواحد متر مكعب متر مكعب لكل ثانية يساوي تلاتاشر اثنين من عشرة في عشرة بس ثلاثة جلون في الدقيقة النسبة للنظام البريطاني هنلاقي عندنا البوصة المكعبة في الدقيقة هنقول كده بوصة مكعبة على الدقيقة و زي ما قلنا النظام البريطاني عندنا البوصة المكعبة في الدقيقة او جلون هنقول لكل دقيقة يبقى عندنا كيوبك إنش تكعيب على الدقيقة و عندنا جلونز تكعيب على الدقيقة بالنسبة للنظام المتري هنلاقي عندنا اللتر في الدقيقة لتر لكل دقيقة اللي هو لتر على دقيقة اللي هو لتر بير منت اللي هو إيه على دقيقة و ده يمكن أشهر واحدة بنقيس بيه تدفق الترمبات عندنا ترمبات الهيدروليك أشهر او اللي بنقيس بيه غالباً هو اللتر على دقيقة مثل ترمبات الهيدروليك بتدي 10 لتر في الدقيقة بتدي 20 لتر بتدي 50 لتر في الدقيقة و ده بالنسبة لمعدل التغفق الحجم الكمية الفيزيائية اللي معانا دلوقتي هي السرعة هي الفيلوسيتي هنلاقي السرعة بالنسبة للنظام الدولي هنقسها بالمتر في الثانية نقل كده متر لكل ثانية ليه متر على الثانية وهو متر ثور 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 وم على اس نسبة للنظام البريطاني هنقسها بالأدم لكل الثانية أدم لكل الثانية ما نقل كده اللي هو فيت pier second هو f t على s بالنسبة للنظام المتري نقسها بالمتر لكل دقيقة كده متر لكل دقيقة هو اللي هو ميم على دال يقل كده meters pair كمية الفيزيائية الجاية اللي معنا اللي هي التصارع او العجلة التصارع اللي هي العجلة اللي هي العجلة اللي هي رمزها ايه وهي معناه الفيزيائي اللي هي معدل زيادة السرع او لوك المقدار زيادة السرع في وقت معين عشال إجابي اللي هي وحدته ان هي صرعا على وقت فبالتالي هنا Bang & 노력 Mitglyeah ما敢 Lorenz دقيقة ب ler يبقى هنا متر لكل ثانية مربعة وبقولها النسبة للنظام الدولي اللاقي الوحدة اس العجلة والتصارع ومتر لكل ثانية تربية قلنا لان هي التصارع هو معدل زادة السرعة او التغير في السرعة على الوقت او الكمية اللي السرعة بتزادها او بتقلها بس لو قلنا اكسليشن هيبقى بتزادها وكمية زادت السرعة في وقت معي فبالتالي هي سرعة على وقت وانا عندي السرعة بيساوي المسافة على وقت فبالتالي المقسمة على وقت يدينا مسافة على وقت التربية فبالتالي هيطلع معنا متر على ثانية تربية بالنسبة للنظام البريطاني انقسها بالادم لكل ثانية مربعة مربعة يعني فت بير سكند سكويرد فت على اس تربية نسبة للنظام المتر يبقى متر كل ثانية مربعة كمية الفيزيائية اللي جاية معنا هي الكتلة. الكتلة او ماس نرم زهائم. في النظام الدولي هلاقي مية كيلو جرام او اختصار يكتب كده هو كيلو جرام كي جي ولا ان الواحد كيلو جرام هيساوي 2 2 من 10 رطل وكده واحد كيلو جرام هيساوي 2 2 من 10 رطل بالنسبة للمظام البريطاني هلاقي ان واحدة الكتلة هي رطل او اللي هو الواحد كيلو جرام يبقى الواحد رطل يساوي كمى اربعة خمسة ثلاثة ستة كيلو جرام يبقى الواحد بالنسبة للنظام المتري هلاقي